مدرب حراس نادي الطلبة أعتقد هو يشتغل بالشباب الطلبة هذا المدرب يطلب فريق نادي الطلبة مبالغ كبيرة لعدة سنوات ما أنطو استحقاقها وأنا شخصيا اتصلت بي السيد محمد الهاشمي اللي هو نائب رئيس الهيئة الدارية حتى يظهر ويانا رفض بحجج أنه مشاغلة وكذا هو رجل محترم يعني السادة محمد لكن رفض أنه يطلع ويانا بالبرنامج أنا قلت له لأنه هناك شكوى على الهيئة الدارية عدم تسديد ما بذمته لكابتن روميو غورغيس اللي هو مدرب حراس المرموعة في النادي لعدة سنوات الآن هذا المدرب في العمادية في دهوك أعتقد هذه المنطقة ما عنده حتى يدروح الأهلة مقيمين في هولندا ما عنده الكروما للطائرة وهو وحيد قاعد في فندق بائس في هذه المدينة الصغيرة يعني إلى متى نبقى يعني نستخف بطاقاتنا اللي قدموننا خدماتهم وأصلا استحقاقهم ما ننطي استحقاقهم المالدي هذا الرجل يطلبكم عم ينطوه ربع ما يطلبكم هو مستعد له يتنازل عن الثلاثة أرباع الباقية بس مجرد يريد يوصل الأهلة والله قال حتى لو يطوني خمس ملايين مجرد أوصل الأهلي مجرد أوصل الهولندا هذه كلمات موجهة للهيئة الإدارية لنادي الطلبة موجهة للسيد وزير الشباب والرياضة الكابتن عدناد رجال موجهة لرئيس الهيئة التطبيعية الكابتن السيد عياد ابنيان اللي أنا أعرفه والله قلبه شبير وما يقصر لكن العتب كل العتب على إدارة فريق نادي الطلبة أتمنى أنه هذا الموضوع نلقى لحل الرجل يسكن في فندق بأحد المناطق البعيدة في ديهوك بس يريد يوصل الأهلة وما يريد كل شيء لا يريد رواتب ليطلبكم ولا يريد العقود مال سنوات الماضية مجرد يريد خمسة مليون مجرد يوصل الأهلة وهي استحقاقه طهي يا رجل خلو يروح ترجمة نانسي قنقر